أصعد الله صباحكم بكل خير هذا الفيديو مقدم لكم من وينزور بروكر ستاريخ 9-1-2020 محدثكم عسام اسطنبولي نظرة على الجنيه الاسترليني مقابل اليان الياباني من الناحية الإخبارية على الأجندة الإنصادية لدينا اليوم حديث للسيد كارلي محافظة البنك البريطاني سيقوم فيه بالحديث عن النظرة المستقبلية للسياسة النقدية والتوقعات لمستويات الضخم في المملكة المتحدة أمام الناحية التقنية نلاحظ تدولة المحايدة حاليا للجنيه الاسترليني مقابل اليان داخل المنطقة المحورية 142-77-142-97 كسر مستوى 142-77 حاليا يعزز النظرة السلبية في حركة الجنيه الاسترليني مقابل اليان للوصول إلى مستويات 142-20 كسر مستوى 141-95 أيضا يعزز النظرة السلبية لوصول الأسعار إلى مستويات 141-38 عودة الأسعار أعلى مستوى 142-97 تعزز النظرة الإيجابية وتلغي أي نظرة سلبية على الجنيه الاسترليني مقابل اليان للوصول إلى مستويات 142-60 وكسر مستوى 143-77 تعزز أيضا النظرة الإيجابية لوصول الأسعار إلى مستويات 143-37 كان معكم عصان استنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزر بروكرز شكرا لحسن المتابعة